السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا اليوم ضيفنا بإذن الله تعالى الشيخ خالد الناصر طبعا هو خريج من جامعة الإمام كلية أصول الدين قسم القرآن وعلومه هو مهتم بالتزكية الإيمانية والتربية القرآنية أحب أرحب بضيفنا العزيز الغالي ونحب نسمع صوتك يا شيخ خالد الشيخ خالد لو تفتح المايك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أولا شكرا على قبول الدعوة يا شيخ خالد ونورتنا وشرفتنا اليوم ويا رب وجودك معنا يحتسب لك أجر عظيم وأنا من الناس يعني العنوان لافت للانتباه بالنسبة لي كيف نتزكى بالقرآن الكريم فإن شاء الله لك المايك الآن ولكن لفتها سريعة في البداية مفهوم التزكية المقصود في هذا العنوان وكيف لنا نتزكى به لك المايك في نصف ساعة وإن شاء الله ناخذ التساؤلات اللي موجودين على الخاص اللي تجيني كتابة كتوفير للوقت وأيضا بعدها ناخذ المايكات تفضل الشيخ خالد ونورتنا وشرفتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله تعالى كما يسر هذا اللقاء أن يبارك فيه ويتقبله موضوع اللقاء كما هو معلن كيف نتزكى بالقرآن مدة اللقاء تقريبا ساعة سيكون اللقاء إن شاء الله مقسم على ثلاث أجزاء الأول يتم فيه بيان الموضوع والثاني يتم فيه الإجابة على أسية الإخوة المستمعين فيما يتعلق بالموضوع القسم الثالث سيكون فيما يتبقى إن شاء الله من الوقت يستح المجال لمن لديه إفادة حول هذا الموضوع أيها الإخوة الكرام بيان الموضوع سأقسمه إلى ثلاث أقسام الأول التعريف بالموضوع وبيان أهميته القسم الثاني وهو صلب الموضوع موضوعنا هذا هو الجواب على تساؤل اللقاء كيف نتزكى بالقرآن القسم الثالث توصيات لتفعيل الموضوع أيها الإخوة تعريف بالموضوع وبيان أهميته بعد ذي بدأنا سأذكر لكم قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونبه فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية هذا الموضوع اللي هو التزكية الإيمانية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات يوم قال لأحد الصحابة انظر من هو أشرف من ترى فقال فلان إذا تحدث سمع له وإذا خطب زوج وإذا شفع يشفع ثم قال انظر لي من هو أقل أو يعني في عينك من من ترى فقال فلان إذا تحدث لم يسمع له وإذا خطب لم يزوج وإذا شفع لا يشفع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتبه يا الإخوة الآن إلى الميزان الحقيقي للإنسان قال هذا يعني الذي تراه في عينك قليلا وفي عين الناس قليلا هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا يعني الشريف تأملوا يعني هذا الميزان هذا خير من ملء الأرض كم من الأرض أيها الإخوة يعني لا تقيس الآن عدد السكان الآن الذي يوزن هذا المثقال وهذا الشرف وهذا المكان منه يعني أتوقع أن كلنا يتبادر ذهن إلى يعني المشهورين من الصحابة مثل أبو بكر وعمار وعثمان وعلي وغيرهم البشرين بالجنة صحاب يعني إلى آخر صحيح ورد في حديث عن أبي بكر قال لوزن إيمان أبو بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح بهم إيمان أبو بكر وذكر ذلك كذلك في عمر لكن أنا استدليت بهذا الحديث وبهذا الشخص طبعا هذا يعني ذكر في حق شخصيني من الصحابة يعني حتى الآخر هذا الذي مثل من الأرض من هذا هو صحابي يعني من الصحابة وين كان من مسلمة الفاتحة أو كان من المؤلفة قلوهم لكن ترى فضل الصحابة عظيم ومع هذا الميزان في التزكية الإيمانية يعني لفتة مهمة لأهمية هذا الموضوع وفضله أنا أتصور لو أقول لكم اسم هذا الشخص أنا بحثت صراحة في روايات أخرى طبعا هذا أصله في البخاري وهو منتفق عليه كذلك هذا في أصله لكن في روايات صرحت بهذه الأسماء وبهذا الصحابي أنا أتصور أن أكثر من سمين لا يعرف اسمه لا يعرف أصلا يعني حتى سيرة غير مشهور وهذا فيه يعني دلالة على أن المسأة ليست في الشهرة وفي المظهر وإنما في المخبر وفي القلب وهو محل نظر الرب سبحانه وتعالى أتدرون من هو أو أترك الموضوع عند بحثكم لكن سأذكره من باب العبرة هذا يقال له الصحابي الجليل جعيل ويقال جعال ابن سراق الضمري ويقال الغفاري هل مرة عليكم هذا الاسم؟ غير معروف بل أنه يقال كان من فقراء الصحابة ومن أهل الصفة حتى في مظهره كان دميما لكن كم وزنه عند الله عز وجل؟ بماذا ترقى هذه الترقية العظيمة عند الله عز وجل؟ والرسل لم يوحى إليه يعني أوحي إليه مقدار هذا الرجل عند الله وفي الميزان الحقيقي للناس والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر إذن الآن هذه المقدمة وبيان فضل هذا الموضوع وأن التفاضل بأعداد فلكية بأعداد فلكية يعني في التزكية الإيمانية في زكاة القلب وطهر القلب ونماءه ربما الإنسان في دقائق يرتفع عند الله أضعاف مضاعفة بأعداد فلكية نعم فالموضوع يستحق فعلا الاهتمام والمنافسة والمسابقة والتعرف عليه والاهتمام به والتخصص فيه والتداعي له والتعاون على تحقيقه ونشره نعم فما هي التزكية الإيمانية وما علاقة هذه التزكية أو ما علاقة القرآن بالتزكية الإيمانية والتربية القلبية هذا هو موضوع هذا اللقاء المباركة الله عز وجل أن يبارك فيه ويتقبله تعريف بالموضوع أيها الإخوة لدينا ثلاث كلمات ثلاث مصطلحات كيف ونتزكى وبالقرآن أما كيف فالإخوة المعدين لهذا اللقاء يعني كانت هذه السلسلة يعني يقدمونها ويصدرونها بكيف وأنا أشيد بهم وأثني على هذا فعلا الاهتمام بكيف لأننا محتاجين للخطوات العملية في برامجنا كيف نتزكى تعريف بالتزكية الإيمانية كلام عام بعدين نأتي في التخصيص يعني والشرح التزكية هنا المقصود فيها يعني التزكية الإيمانية ومرادف لها يقال التربية وهي المنتشر الآن يعني لكن التزكية هي أقرب للمصطلح الشرعي والقرآني وهي كلها واردة لكن التزكية تضيف معنى لأن التربية فيها النماء مقصود فيها النماء والزيادة التزكية فيها بالإضافة إلى النماء والزيادة فيها معنى التطهير والطهر والتنقية وهذا ما يعني يعرف الآن في النظرية التربوية الرئيسية وهي التخلية والتحلية التخلية يعني التطهير الإفراغ هذه التخلية ثم يقول التحلية يعني النماء والزيادة ويعني البناء هذا تعريف يعني عام والتعريف يعني منحة اللغة في هذا الجانب هنا بالقرآن نقصد في هذا المصطلح الآن بالقرآن هو يعني يتبادل الذهن إلى معنيين المعنى الأول يعني منهجية القرآن يعني التزكية الإيمانية بمنهجية القرآن وهذا يعني موضوع طويل جدا وعميق وله أهله وليس هو مقصودنا في هذا اللقاء إنما مقصودنا هو المعنى الثاني وهو نقصد فيه بالقرآن يعني بذات القرآن يعني قراءتان وحفظا وتدبرا وتفسيرا إلى آخره هذا المقصود إن شاء الله يعني وذلك يعني نلملم هذا الموضوع حول يعني هذا المصطلح وهذا هو مقصودنا في هذا اللقاء يعني كيف نتزكى بالقرآن يعني بذات القرآن ليس بمنهج القرآن لمنهج القرآن يعني كما ذكرنا في سورة العصر منهج يعني شامل ومتكامل ومتوازن يحتاج إلى يعني لقاءة طويلة ويعني التعريف به وإلى آخره لكن ليس هذا مقصودنا مقصودنا بالقرآن إذن بذات القرآن نعود إلى موضوع التزكية يعني وتعريف بها وعلاقة القرآن بهذه التزكية نعم التزكية الإيمانية يا إخوة التزكية يعني أو المزكي أو العملية التزكوية هي عملية حمل المتربي أو المتزكي أو من يراد تزكيته حمله شيئا في شيئا إلى العمل بدافعية العمل لما ينبغي العمل بما ينبغي بدافعية ذاته هذا التعريف يعني طيب الاهتمام به يعني كلمة كلمة هو حمل المتربي على العمل بما ينبغي بدافعية ذاته وحط تحت بدافعية ذاته خطه طبعا التزكية يا إخوة لا أريد أن أذكر الأدلة والأحاديث وأقوال السلف في أهمية هذا الموضوع والتعريفات فيه إلى آخره ففيه يعني الحمد لله أدلة متضافرة متوافرة صحيحة ثابتة يعني حول هذا الموضوع أنا أريد أن نركز على كيف يكفينا ما استهلينا به في ذكر يعني ما ذكر عن جعل رضي الله عنه في بيان أهمية هذا الموضوع وإلا يعني أن أردنا أن نوه بس أخذ دليل واحد فرام كما في سورة الضحى سورة الشمس والشمس وضحاها سورة الشمس أقسم الله بـ 11 قسم على قد أفلح من زكها 11 قسم لم يرد يعني هذا الإقسامات يعني جوابه قد أفلح من زكها إذن أيها الإخوة يعني التزكية الإيمانية طيب الشي المقصود بالإيمانية هنا تزكية عرفنا الآن لكن الإيمانية التزكية الإيمانية يعني الإيمان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الإيمان إذا أطلق أيها الإخوة هو قول هو اعتقاد وقول عمل لكن خنركز على يعني كقيمة مضافة الآن في هذا النقاء يعني نريد أن نركز مقصود بالإيمان هنا الإيمان في اللغة ما يطلق الإيمان إلا إذا كان علما جازما مستمرا مستقرا هذا هو الإيمان الإيمان هو علم يعني أنا آمن بهذا الشيء يعني أنا أعتقد أعتقده اعتقادا جازما لا أشك فيه واضح أيها الأخوة هذا هو الإيمان يعني إيمان بالله يعني أعتقد اعتقادا جازما بالله عز وجل بوجوده وبأسمائه وصفاته اعتقادا جازما مستقرا في القلب مستمرا يعني يحضر في ذهني وفي قلبي في كل موقف في كل حال هذا هو المقصود بالإيمان الإيمان هذا هو المقصود فيه وذلك كلها غيبية أيها الأخوة كل الأركان الإيمان غيبية لأن المطلوب منها فيها هو الإيمان يعني الاعتقاد الجازم بها هذا هو لا بد أن يكون مستقر مستمر يعني وجازم حتى يكون إيمان طبعا هذا غير قضية بعضهم عنده يعني فرحا الخواطر تأتي خواطر أحيانا لا تستقر ويدافعها ويجاد فيها هذا لا ضير فيه وهذا يعني قد لا يخلو من أحد لكن بالمجاهدة فيها لكن لا يستقر هذا الخاطر في الشك في مثل في هذه الأركان والاعتقاد بها فهذا هو الإيمان التزكية تأتي لتنمية هذه الأشياء يعني استقرارها واستمرارها وزيادتها وثباتها هذا يأتي الآن هذه عملية التزكية تزكية يعني ونفي وتطهير ما يضادها نعم هذا هي التزكية يعني تخلية من ما يعني ما يشوب هذا الإيمان ويضاده ويشكك فيه وهذا من جهة التطهير والتخلية وفي العملية الأخرى معها قضية تثبيتها وزيادتها ونماءها هذا يكون بعملية التزكية يعني بذكرها وتذاكرها وتدارسها والسماعها والتحدث بها والتحدث بها هذا مهم جدا أيها الإخوة أنك تتحدث بهذه الأركان حتى تستقر في القلب فإن اللسان يعني فإن آذان المتكلم أقرب من آذان المستمعين للسانه وكما يوقع المستمع يتأثر والمتكلم يتغير كما قال الله عز وجل وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يصلح القلب وسيكون كما ذكرنا اعتقاد وقول وعمل وعمل وكما سنوه له بخاصية القرآن أرأيتم أيها الإخوة يعني أهمية هذا الأمر كما أن له هذه الأهمية فإننا محتاجون إليه جميعا نحتاج إليه نحتاج يعني إلى التعريف والزيادة والتذاكر والتدارس لهذه الأركان الستة نعم لماذا؟ لأن الإيمان كما ذكرنا أيها الأخوة هو علم هو علم جاز آفة العلم كما تعلمون أيها الأخوة هو النسيان والغفلة وهذا طبيعة البشر طبيعة الإنسان أنه يغفل وينسى في طبيعته فكيف إذا هو مسلط عليه هذه الدنيا والشيطان الدنيا خارج والشيطان داخل وغيره من الملهيات والمضادات يعني أصحاب السوء والنفس الأمارة والهوى فكيف المخرج؟ إلا تعال بنا نوع من ساعة تعالنا تذاكر هذه من جهة نعم هنا ندلف إلى أهمية الآن الأعمال الصالحة التي من جملتها كراءة القرآن وتدبره وحفظه وسماعه ومدرساته وتفسيره وهذا المنهج هو كما ذكرها الله عز وجل في سورة العصر كما قال عنها الشافعي لو ما نزل على الأمة حجة عليهم من الله إلا سورة العصر لكفتهم يعني كفتهم كمنهج كمنهج للتدين والاستقامة والتزكية والتربية سورة العصر إلا الذين آمنوا هذا الإيمان يعني أركان الإيمان أركان الإيمان الستة وما يتعلق بها ثم قال وعملوا الصالحات هنا هذه الأعمال من فوائدها حتى تثبت هذا الإيمان وتزيده وتقويه نعم وذلك يعني ذكر بعضها العلم أن ما شرع الله هذه الأعمال إلا لإصلاح القلب هو المقصود هذه الأعمال لإصلاح القلب وخصص يعني كيف يتم هذا الإيمان وهذه الأعمال قال وتواصوا بالحق يعني بالإيمان والأعمال الصالحة وهذا يستدعي أن يكون صبر على هذا التواصي وذلك قال وتواصوا بالصبر هذا هي العملية المتكاملة المتوازنة في تزكية الإيمانية إذن عرفنا أن العمال الصالحة هي تحافظ وتقوي وتزكي وتنمي الإيمان ولذلك شرعا أن الله عزل هذه الأعمال اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية ومختلفة حتى الأنواع من الأعمال لأن هذا يزكي جانب وهذا يزكي جانب وهذا يقوي في القلب فرن الصبر وهذا يقوي في القلب التقوى وهذا يقوي في القلب معرفة الله تذكر الله عز وجل وأقيم الصلاة لذكري الصيام كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخره من الأعمال يعني وعظمها أركانها أركان الإسلام الخمسة والعبيان يعني أهمية قضية تعريف أو شيء والتعلم تعلم هذه الأركان وثم هذه الأعمال أنا سأذكر بس وقفة في الإيمان ووقفة في الأعمال وقفة في الإيمان تعالوا بنا الآن في قضية الإيمان بالله وأعظم الإيمان وكل الأركان متعلقة به ويعني مرتبطة به وذا قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله وبالقدر والقدر هو قدرة الله عز وجل فألان معرفة الله عز وجل أيها الأخوة هل فعلا يعني ألان اهتمام بقضية معرفة الله وإذا عرف الآن مساءة الأوامر يعني معرفة الله معرفة يعني الكاملة بأسمائه وصفاته يعني بمعرفة معانيها ومقتضاها حتى نعمل بها ونتمثلها في حياتنا يعني بمقتضاها وبالتفاعل معها يعني أنا أعطيكم مثال على قضية الأنفر أعظم اسم لله عز وجل وكل الأسماء تنتمي إلى أو تنسب إليه الله عز وجل اسم الله ما معنى اسم الله نحتاج إلى هذه المعرفة يعني واحد يعني يسأل نفسه ويسأل من حوله ما معنى الله فإنه يعني هذا الدين ليس هو صور ورسوم وحركات لا لا هو هو روح هو روح يعني معاني ومقاصد روح أرحينا إليك روحا من أمرين هذا الروح هذه المقاصد والمعاني حتى يعني يعني زيد الإيمان وتحقق في القلب ويكون هناك تفاعل حقيقي معه وبه الله نحن نقول الله يعني طيب حتى يكون يعني يتحقق يعني فاعليته هذا الاسم ما معناه وهذا قبل قبل أذكار وقبل الصلاة وقبل كرة القرآن وقبل الأعمال معرفة هذه الأشياء معرفة روح هذه المعانيها ومقاصدها وأثناها يكون مجاهدة على استحضار هذه المعاني وهذه المقاصد وبعدها يكون عدل المحاسبة والاستغرار لكن أنا أقصد الآن حتى ليست التذاكر الآن فيها حتى التعلم تعلمها أيها الإخوة تعلمها يعني مهم جدا أنا نلتفت هذا الأمر يعني أنا اهتمام بسيط في هذا الجانب يعني أرى في نفسي وأرى من حولي وكذا في حاجة ماسى والله أيها الإخوة وإذا كان هذا الموضوع في تزكية الإيمانية يعني كيف يعني يعني الاهتمام بهذا الجانب في مناهجنا وبرامجنا والأباء مع أبنائهم والمعلمون مع طلابهم والبرامج يعني المعتنية بهذا الجانب أن تهتم بهذا الأمر نعم فربما أننا نقول إن هذا تحسي الحاصل لا لا الواقع في حاجة ماسى يعني لا أسمع الله حزيزي أنا أحيانا أضرب بعض الأمثل على بعض الأسماء بعضهم يقول والله أنا أول مرة أسمع هذا الاسم أصنى الله طيب كيف أنت الآن محروم هذا يعني مقتضى هذا الاسم في حياتك ويعني لأن الله عز وجل هو أعظم معلوم سبحانه وتعالى وشرف العلم بشرف المعلوم يعني مثل المقيت المنان إلى آخرها أنا لا أريد اليوم أن نركز على التزكية الإيمانية لكن أنا أريد أن نركز على التزكية الإيمانية بالقرآن لكن لا بد أن نفهم كيف يعني حتى نعرف علاقة الأعمال بالإيمان وعلاقة أحد هذه الأعمال الصحية وهي قراءة القرآن وعلاقة مع القرآن لعله يعني نوهت التعريف بالتزكية الإيمانية وعلاقة الأعمال بهذه التزكية الإيمانية نأتي إلى الآن إلى بالقرآن القرآن هو أعظم من أعظم الأعمال القرآن وقراءة وحفظا وتدبرا وتفسيرا ومدارستا لكن كما ذكرت لكم أن الأعمال الصالحة تسميها قال الصالحة ما تكون صالحة لذا كان فيها إخلاص ومتابعة وموافقة للهدي النبوي فيها وهي أن نقدم بروحها وبتحقيق مقاصدها فما هو المقصود من تشريع قراءة القرآن وحفظ القرآن وتدبرا القرآن ما هو المقصود ما هو مقصود الشارع منه اسمعوا إلى يعني أذكر لكم حديث عن حسن البصري نقول للحسن البصري من كبار التابعين وأنا اخترت أحد التابعين حتى تعرفون أن هذا مفهوم الصحابة مفهوم التابعين مفهوم العام لهم العميق لهم عن التدين عن الأعمال يقول حسن البصري يقول نزل القرآن للعمل به فاتخذ تلاوته وعملها الآن أليست التلاوة عمل أليست هو المتعبد بتلاوته نعم وهو عمل متعبد بتلاوته لكن أين اللوم هنا أو النقد هنا لدى حسن البصري رحمه الله يقول من جعل قراءة القرآن مجرد يعني قصته من القراءة هي القراءة فقط هذا مذمون من جهة وإن كان يعني يؤجر لكن فرق كبير في أثره وأجره لمن حقق مقصده لأن الأثر والأجر ترى مرتبط بالمقصد بتحقيق المقصد تحقيق المقصد وذلك يقول ابن القيم يقول تدبر آية خير من ختمة يعني خير أثر وأجر من ختمة كاملة هنا التدبر عن حضور القلب ومعرفة المعنى وأن يكون مقصود القارئ هو معرفة مراد الله ليعمل به هذا هو المقصود وهذا معنى التدبر يعني هو إدراك معرفة المعنى وإدراك المطلوب إدراك المطلوب من الآية ماذا يريد الله مني في هذه الآية هذا هو المقصود يعني الحث على القراءة القرآن نفتح المصحب بهذا المقصد ونحفظ بهذا المقصد ونأخذ التفسير بهذا المقصد وتدارس إلى آخر بهذا المقصد نتعرف عن المراد الله اللي نعمل به العلاقة بينه وبين القرآن هذا القرآن وهذه السنة التي شرحت القرآن كيف أعرف مراد الله مني كيف أعرف عن طريق الوحيين فأفتح المصح بهذا المقصب هذا هو المقصود من قناة القرآن فنتعلم مراد الله وما غفلنا عنه نتذكر فهو تعلم وتذكر والقرآن ذي الذكر وذكر بالقرآن من يخاف وعيد ذاك هو أعظم الذكر وما سمعت الأذكار الذكار والقرآن ذكر إلا أنهم باب التذكر ما غفلنا عنه وما نسيناه هذا هو المقصود وهو أسهل على العامل إذا أتى بروح هذه الأعمال هو أسهل عليه فالعمل بدون روح يعني يخرج ميت الجسد الآن يعني بلا روح ميت وهذه الأعمال بلا روح يعني تكون ميتة طبعا ليس هناك عملية صفرية أو نقول يعني في حدية في هذا لا يعني كل عمل صحيح إن شاء الله يعني لا يخلو من أثر إن شاء الله وأجر لكن فرق كما فرقنا الآن في كما قال هذا خير من مثل أمن من الأرض من مثل هذا كذلك في الأعمال يقول ابن القيم إن الرجلان يتصطفان خلف إمام واحد بينهما كما بين السماء والأرض فندرك هذا الأمر أيها الأخوة فهذه يعني دعوة للاهتمام بروح الأعمال وتعلم مقاصدها ومعانيها لتحقيقها نعم وهي مرة واحدة مرة واحدة في العمر ثم يكون هناك تذاكر فقط والأعمال نفسها الأعمال الصالحة التي شرحها الله كافية أيها الأخوة بتزكية الإيمان والتذكر والتذاكر ما شرحها الله عز وجل كافي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينة فلو أقمنا هذه الأعمال ومنها قراءة القرآن وتدبر القرآن وحفظ القرآن وهو من أعظمها يعني لو أقمناها كما يريد الله عز وجل لكانت كافية كأن نكون صحبة لنا وتقوية لنا وتذكر وتذكير فينبغي أن ننتبه لهذا الأمر في تعليمنا وتربيتنا وتزكيتنا هذا ما كنت أريد أنوه إليه وهي فقط تنويهات وإشارات والوقت لا يكفي مثل هذا الموضوع المهم جدا ولكن لا يخفى على شريف علمكم أن هذه الموضوعات مهمة جدا وأن ننتبه لها ونحن خلقنا من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق بالقومة يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه شكرا جزيلا شيخ خالد على هذا الطرح الرائع والراقي ومرتب ومثل ما تفضلت الموضوع يعني على ما أعتقد اليوم فقط كانت مثل تنوير ولفت انتباه ورؤوس أقلام حول كيف نتزكى بالقرآن الكريم إذا شئت يا أخي حسام بس أنا وعدت بتوصيات يعني أنوه لها شريعا خلاصة يعني لتفعيل هذا الموضوع في الدقيقتين أي نعم إذا تسمح لي شيخ خالد بس قبل أخوضك في التوصيات بس عندي التنويه بسيط إذا تسمح لي إن شاء الله بعد توصيات الشيخ خالد يالتنا في عندكم تساؤلات حول النقاط اللي تفضل بها ممكن ترسلوها عندي على الخاص وأنا أطحى لشيخ خالد بحيث نوفر الوقت أو إذا حابين تطلبوا قسط مايك في يعني تكون مداخلتنا تساؤلنا في نصف دقيقة كحد أقصى حول ما تفضل به فضيل الشيخ أيضا رفعت لكم تغريدة في برنامج أطلق من قبل آيات برنامج نوعي متخصص في إقراء القرآن الكريم بمشاركة نخبة من المقرئين يطلعوا على التغريد اللي حاب يسجل ويستفيد ويفيد يشرفنا وبعد التوصيات إن شاء الله نشوف إذا في طلبات أو تساؤلات وأنا عندي بعض التساؤلات شيخ خالد إذا ما كان في شيء خاص موجود فضل توصياتك شيخ خالد نعم أنا أقدم ثات توصيات يعني كل واحدة موجهة لجهة معينة ألخصها يعني كالتالي يعني التوصي الأولى يا إخوة يعني أوجهها إلى الآباء والأمهات والمعلمين والمربين وإلى كل كيان هدف التعليم والتربية والتزكي يعني صغر يعني هذا كان أم كبر مجموعة مجمع جمعية جماعة جامعة مؤسسة شركة مركز معهد أي كان مهما كان هذا الاسم أو الرسم يعني أوصيهم جميع بأن يؤسسوا برنامجهم إذا كان جديدا أو يراجعوه إذا كان قديما على أن هذا البرنامج يكون وسيلة لا غاية يعني وسيلة لتحقيق الغاية وهي التزكية والتربية فالعلم وسيلة للعمل يعني العمل سواء باطلا أو ضائع وأن تقاس وتقيم المخرجات وفق هذه الغاية ومن ثم يكون التقويم والتطوير هذه هي التوصيات الأولى الوصيات الثانية موجهة إلى الكيانات المختصة والمتخصة بالقرآن تعليما تجويدا تحفيظا تدبرا تفسيرا أن تعتني بالمستفيدين أو المستهدفين بأن يتم تشخيصهم قبل إفادتهم وتقديم الخدمة إليهم ومن ثم يتم نصيحتهم وإفادتهم حسب حالهم واحتياجهم يعني يعلم الإيمان قبل تعليم القرآن والواجب العيني قبل الكفاية والمستحر وبعد ذلك يعني بعد هذا يعني ما تغطى الاحتياجهم يعني الفعلي والذاتي يتم توجيههم إلى ما هم مستعدون له وما يحتاجه مجتمعهم وأمتهم هذه الوصية الثانية وصية الثالثة إلينا نحن يعني نحن الأفراد أنا وأنت خي المستحر نحن صحيح نتيجة لما تم تقديمه لنا يعني من والدينا ومعلمينا ومناهج تعليمنا ومجتمعنا وبيئاتنا وأصدقائنا وأقاربنا وجيراننا وهم بالطبع متسهدون لكن هذا لا يعفينا ولا حجة لنا في تكميل أنفسنا وتزكيتها وذلك لأننا مكلفين ومسؤولين عن أنفسنا بالتعلم والتربية والتزكية والقيام بالعبادات والمعاملات والمعاشرات القيام بروحها لا فقط بجسدها وبحقيقتها لا فقط بصورتها ورسومها وأخص في هذا المقام التعامل الأمثل مع القرآن العظيم فهو كلام الله المبين وحبله المتيل وصراطه المستقيم تعلما وتعليما قراءة وتدبرا عملا ودعوة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أختم أيها الإخوة هذه الوصايا بقوله تعالى قد أفلح من تزكه أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا وأن يجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأسأله تعالى أن يجعلنا للحق أعوانا وفي الله إخوانا أيها الإخوة ما كان من صواب فمن الله وحيد وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان والحق أحق يتبع هذا وآخر دعوانا أن يلحمد لله رب العالمين أخ حسام السلام عليكم حصل حسام ضرف تقني وسيعد المساعدة نريد من الإخوة المستمعين فرصة الآن التحضير للأسئلة بس تكون خاصة بالموضوع نريد ما متعلق بالموضوع إذا فيه استشكالات معينة أسئلة معينة أحب أن ما ينتهي هذا اللقاء إلا تكون هناك أجوبة على تساؤلاتكم يعني إذا كانت حاضرة كذلك يعني بعدها يعني إذا كان فيه وقت متسع صراحة أرغب أسمع إفاداتكم وإفاداتكم ومشاركتكم يعني إضافاتكم النيرة حول هذا الموضوع طيب بالنسبة للأخ أحمد تفضل بتساؤلك السلام عليكم شيخ أخ أحمد شيخ خارد معنا عليكم السلام تفضل أخا الله يتزخري شيخ خارد معلش عندي بس سؤال بسيط اللي هو وقال تعالى ما ما خلقت الجن ونسل للأعبدون بعدها قلت بيت شعري إذا تسمح بس تعيدها مرة أخرى وعليش بيت يعني قصتك يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته بس مرة ثانية بشويش بعد ذلك طيب لو بحثت وجدت طبعا أنا أخذت ترى صدر الأول وأعز الثاني الله يساعد كلتا كلتا حتى نعم وله هو أكمل من هذا نعم يعني مو لكن يعني يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته فأنت بالروح لا بالجسم إنسان لكن ترى هو أكمل من هذا هو بيتين يعني بس أنا أخذت الأول يعني صدر الأول وآخر الثاني اللي بيان يعني هذا المعنى يعني نعم الله يتزخري شيخ ويعطيك العافية إن شاء الله يعني ألقف جوجل والموقع التواصل مشهور مشهور معروف الله يتزخري بس لعلك تركز على القرآن يعني القرآن كافي بإذن الله يعني تبيانا لكل شيء نعم نعم أنا والله من طلب الحلقات الله يسلمك لكن أنا بس والله بيت شعذا وحبيت جميل جميل لا بس إنه في شعري يعني يعني فيه يعني سدل به وبيان الله يتزخري شكرا جزيلا أخوي أحمد وعذرا منكم جميعا منك شيخ خالد بس خلالتقني من تويتر فجأة طلعت فأكدون أنكم تسمعوني الآن طيب أنا حاليا نعم الله يحفظك أنا حاليا ما فيه أي تساؤلات جاتني على الخاص إلى الآن لكن عفوا فيه تساؤل لو ما هي الأشياء العملية التي يحصل بها تزكية النفس وكيف للقرآن أن يكون القرآن معينا عليها هكذا التساؤل جاني فإذا فيه إمكانية فضل شيخ خالد طبعا جزء من هذا السؤال هو ما ذكرناه يعني في هذا اللقاء لكن جميل أن أذكرني هذا السؤال أن أقول لكم التزكية الإيمانية يعني المهمة الأساسية لها هم الآباء والأمهات يعني هذه مهمتهم الأساسية هذا يعني المهمة الأساسية والأولية والرئيسية لهذه المهمة التزكية الإيمانية والتربية هي يعني مسؤولية الآباء والأمهات يعني في مكتبل العمر وذلك القيم هذه والاعتقادات هذه هي مرتبطة بالسنوات الأولى من العمر كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهود له أو ينصرانه أو من جسانه يعني غير فطرته وعقيدة فهذه مهمة الآباء يعني في الدرجة الأولى ولذلك حتى الأب يعني هو المسؤول عن تعليم أبنائه لأحكام الدين قبل البلوغ يعني يجب أن يتعلمون أحكام الدين وما يجب عليهم تعلمه وعمله قبل البلوغ هذا مهمة الأب سواء هو قام بها بنفسه أو بمعلم أو بالمدارس المهم أنه هو المسؤول عن هذا الأمر الوالدان هم المسؤولان عن هذه المهمة وهذا يحتاج إلى واحد يتعلم كيف يربي كيف يزكي كيف يعلم وسأل الله أن يعفو عنه يعني أنا فيه تقصير في هذا الجانب وذلك قال العلم قبل القول والعمل يعني قبل ما يتزوج الإنسان يتعلم أحكام الزواج وقبل أن يأتي أولاد يتعلم كيف يعني يقوم بهذا الشيء هذا يعني البيت هو المدرسة الأولى وهو المحضن الأول والرئيسي لهذه المهمة وثم يعني يخرج الإنسان يعني كذلك مهمة الأباء أن يعني البيئة التي يعيش في هذه الأبناء وأن يعني يجعلهم يتعلقون بأصدقاء صالحين ويعني بيئة صالحة هذه مهمة كذلك يعني الأسرة يعني نعم وهي الأبناء الأولى في المجتمع ثم إذا بلغ الإنسان خاصة هذا يكون مهمة عليه باختيار الأصدقاء يعني وهذا مهم جدا يعني وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة لما قال الله عزي الله في سورة الكاف وَتْلُوا مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِيْ لِكَ لِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدِهِ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَتْلُوا هنا ترى المعنى يعني من معانيها والمعنى الرئيسي لها كما ذكر أهل العلم هي اتبع تبع ما أوحي إليك وكان واتلوا معناه اقرأ لكن الرئيس هو يعني اتبع فأتى السؤال كيف أتبع يعني قال له الله عز وجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعدها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وانظر هنا قال ولا تعد عيناك ما قال أذوناك يعني عن بعدها ترى ضعيف جدا لكن لازم المعايشة والمعاشرة والمصاحبة مهم جدا كما أننا ذكرنا في صحبة الأعمال لتكون صاحبة لنا كذاك صحبة الرجال صحبة الصالحين هذا مهم جدا في التزكية الإيمانية ومن أعظم أسباب التزكية الإيمانية والتربية القرانية الصحبة يعني الصالحة وفي الأول والأخير يعني هو توفيق من الله أنه إذا علم الله عز وجل صدق عبده وفقه ويسر له نعم فإذا إنسان أصلح قلبه ونظفه ورأى الله عز وجل منه صدقا فإنه يهديه الله يهدي ويسر ولذلك يعني لا بد أن يحسن الظن بالله عز وجل وهم من أعظم الأسباب حسن الظن بالله عز وجل والله عز وجل يقول في الحديث القرسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فنظن بالله عز وجل أن يهدينا ويعيننا على طاعته نعم وأنه لا حول لنا ولا قوة له الإخوة التبرؤ من الحول والقوة وتعلق بالله عز وجل وحسن الظن به من أعظم أسبابه هو أسباب الرئيس في الهداية والاستقامة والتزكية والتربية إلى غير ذلك يعني من ما يعني تعلمون يعني من أسباب هذه التزكية أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه نعم اللهم أمين يقبل على علاقة القرآن أنا أنا أقول عنك القرآن أنا ذكرت أن علاقة القرآن أن يعني القرآن من أعظم ما يزكي الإنسان وذلك أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم شوفي كلمة يهدي إن هذا القرآن يعني بتدبره وتدارسه ومعرفته ومعرفة لهم منه وأن يكون نية وإنما لكل يمرين ما نوى حسب نية كانت في إقدامك على هذا العمل وتعطى على نيتك وإنما لكل يمرين ما نوى ولا ينفع ترى إنسان يعني فقط يقول أنا يعني أريد الخير بشكل عام وكذا ليس لكل من يريد الخير يصيب لا بد أن تعرف حتى متابعة يعني كيف أنا تعامل مع هذا العمل وما هو المطلوب مني فيه وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يعني سواء كان في الصلاة أو كان في غير الصلاة وبالمناسبة بالمناسبة لأخوة أن نركز على الواجب قبل المستحب لماذا؟ لأن الله أعلم بخلقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فذلك له الخلق والأمر هو أعلم بخلقه ما يناسبهم فلا تصورون أن هذه التشريعات هي فقط تكليف وذلك تأتي في سياق النفي لا يكلف الناس لا هي ليست التكليف هي تكليف من باب الأختيار أنه كانت مختار هذا التكليف هذا الاختبار وأما أن التشريع نفسه هو تشريف وهو إسعاد في الدنيا والآخرة هو تشريف عظيم للإنسان وترقيته من الطبع الحيواني إلى السماوي والروحاني هذا هو المقصود من التشريعات ولذلك إذا كان واجبا فهو علاقته بالتزكية علاقة رئيسية يعني نقول واجب الإيمان الواجبات الأعمال الواجبة هي تغطي واجب الإيمان الإيمان الواجب أما المستحبات فهي تغطي كمال الإيمان هكذا نفهم التدينة نفهم التشريع بهذا التصور وهذا المفهوم كما أن المحرم يعني نعم هو ينقص الإيمان الواجب والمكروه ينقص كمال الإيمان والكفر يزيل الإيمان والإسلام يدخل الإنسان إلى الإيمان هكذا نفهم التشريع وفقه التشريع بهذا التصور ونعلم الناس نعلم من حولنا أن التشريع الإسلامي جاء لإصلاح الفرد والمجتمع والأمة بهذا الأمر والله غني عنه ولكنه خلقنا اللي يريد أن يسعدنا سبحانه وتعاوى ذلك أول ما خلقنا جعلناه في الجنة فأسأل الله يوفقنا لما يحبه يا رضا اللهم آمين يا رب العالمين متبقي على وقت المساحة تقريبا ما يقارب إلى عشر دقائق الأستاذ أماني وأخي حمدي وتغريد في عندي خلل من أستطيع أن أرفعكم فيالي تساؤلاتكم ترسلوها على الخاص أكون شاكر ومقدر شيخ خالد تطرق أثناء طرحك للمحاور على القراءة المذموم أثناء طرحك شعرت وكأن في توضيح آمق للموضوع المذموم هل ممكن توضح من المقصد شكة آمق؟ أريد أن أوضح لأن التفصيل في محل الإشكال مهم لأنه يقول البيان في محل الاحتمال أن القراءة القرآن هي ممدوحة من جهة مهما كان طبعا المخلص لله عز وجل وذا كان قلت أنه ليس هناك شيء صفري أو حدي لا هناك له آثار ولا أجر حتى الأعجمي وإن كان في إشكال في قراءته لكنه يعني له آثار حتى في قلبه ويؤجر على ذلك يعني متعبد بتلاوته لكن من جهة أخرى من تحقيق المقصد ومراد الأعزل من هذا التشريع هو يدخل هذا ما فهمته يعني أخي حسام من جهة الذنب وذاك الله عز وجل قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني من معانيها ذكرها التفسير يعني إلا قراءة وهذا ذنب هذا في سياق الذنب وذاك بن تيمية ذكر هذا قال ويشمل هذا الذنب من يقرأ القرآن بدون فهم جميل واضح جدا أستاذ أماني وأيضا أستاذ يسمين ما في إشكالية في عملية الترفة على التقنية ما عند العلم لكن يلا ترسلوا لي على الخاص تساؤلاتكم في سؤال جاني على الخاص شيخ خالد يقول ما هي الآثار المترتبة من التزكية على حياتنا اليومية وغيرها من الأمور يلا تكيد على النقاط وسريع أتفضل أنا أركز على ما ذكر باليومية جميل هذا الزاكم الخير تكملون ما غفلت عنه طبعا الإنسان هو عبارة عن أيام والعمر عبارة عن أيام إن أنت إلا أيام إذا ذهب يومك ذهب بعضك والاهتمام بجانب الأعمال اليومية مهم جدا في كمالها وتكثيرها وتطويرها يعني عندنا كما ونوعا والأعمال اليومية هي ستكون يعني إذا نهتم بها ستكون كثيرة بتكرارها يسيرة باعتيادها فنحن نحتاج ليس فقط في اليوم يعني التزكية الإيمانية ليس فقط نحتاجها كيوم يعني خلال 24 ساعة لا نحن نحتاجه في كل نفس بدون مبالغة نحن نحتاج التزكية الإيمانية والإيمان في كل نفس بكل لحظة في كل لحظة من حياتي من أن نقوم إلى أن ننام النوم طبعا يرفع عنك القلم لأنك يعني لا تدرك وذلك يرفع عنك القلم ولكن منذ أن تصحى يبدأ القلم يكتب لما ذلك أنك مطلوب منك أنك أنت تعمل يعني وتعبد الله عز وجل وذلك نحن نحتاج يعني كيف الإنسان يعني يعيش بدون إيمان ولذلك نحن مبتلين في كل لحظة في كل لحظة في ابتلاء أيها الإخوة يعني سواء كان فيما نكره أو فيما نحب سواء كان في السراء أو في الضراء في النقام أو في المنح أو في المحن نحن كل هذه مبتلين هذا الابتلاء ترى كل لحظة وأنت الآن تفكر ترى مبتلاء لماذا؟ لأنك أنت مطالب الآن في هذا الوقت أنك تستثمره وكذلك الشيطان هو مسلط عليك في أنه وسوس لك في كل لحظة فإن لم تذكر يعني فإنه يهجم عليك وإذكرت الله خنس وهذا معنى الوسواس الخنس وسواس خنس يعني هذا هو صفته فإذا تخيل أنك أنت فردا لا تذكر الله ولا تعمل من صالح يهجم عليك الشيطان ويوسوس لك ويشغلك بالحرام هذا الوسواس أنت مبتل به أن تدفعه صحيح أنه طبيعي لكن أنت مطالب وواجب عليك أن تجاهده وتدفعه وتعود منه فنعم نحن نحتاج هذا الإيمان في كل لحظة في كل يوم في كل سبوع في كل حياتنا ولذلك يعني ذكر أنه في آخر عمره في أحد السلف أتاه الشيطان شوف يعني ما يأس الشيطان هذا في آخر عمره وقالناه الإمام أحمد محمد رحمه الله أتاه الشيطان في آخر عمره عند سكرات الموت ورأاه يقول فتني يا أحمد فتني يعني فت عني يعني ما ما صدعت أن أسيطر عليك شوف أتاه حتى يدخل في قلبه العجوب فقال ليس بعد ليس بعد حتى تخرج الروح حتى استغرب من حوله كان يقول لا إله لا يقول ليس بعد فلما صح قال أنه يقول لك أقول لا إله كنت أقول ليس بعد قال لا رأيت الشيطان عض أصابعه يقول فتني يا أحمد فقلت ليس بعد ليس بعد هذا الثبات أيها الأخ الله ثبت وذلك من عاش على شيء مات عليه ومات على شيء بعث عليه فنسأل الله يحيينا وهو راضا عننا ويميتنا وهو راضا عنك اللهم آمين متبقى على المساحة تقريبا ثمان دقائق في عندي الأخ محمد أحاول أرفعك الآن لكن إذا ما تم الرفع ياله ترسل لي سؤالك الخاص أختي اليسمين أختي أماني ارسلوا لأسلتكم على الخاص في تساؤل قد يكون بعيد نوعا ما عن محاور المساحة وموضوع المساحة يا شيخ خالد لكن أنا بصيغ بطريقة أخرى فيما بين أن نتزكى بالقرآن وحفظ القرآن الكريم هل هناك في عملية ربط هو باختصار تساؤل الأخت الفاضلة تبغى طريقة يعني هل المحافظة على الورد وتخصيص وقت من بعد صلاة الفجر لو أربع صفحات هذا الشيء يساعد على حفظ القرآن هذا تساؤلها متأملة أنك تنصحها نصيحة ولكن أنا ربطت الموضوع المساحة في تساؤلها فإذا فيه إمكانية نورنا فيه دقيقة إذا سمحت لي أكون لك شاكر ومقدر تفضل نسأل الله لعانة والتوفيق الحفظ القرآن هو حكمه فرض كفائي يعني إذا قام به من يكفي يعني الحمد لله ولكنه مطلوب مطلوب مستحب لمن يعني يتفاعل معه ويتعامل معه ويفعله ويعني يستثمره وهو يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إذا قام صاحب القرآن به أنا الليل والنهار ذكره وإن لم يقم به نسيه فإن القرآن عزيز نعم فحفظ القرآن من هذه الجهة نعم يعني إذا كان إنسان رعي قيام ليل أو إمام مسجد أو يعني يعني دائم يقرأه فلا بأس يعني إنسان يعني بهذا المعنى أهم شيء لا يكون هذا الحفظ مزاحم للواجبات أو الفروض الكفايات الأخرى نعم لأننا محتاجون إلى توزيع الطاقات يعني واستثمار الطاقات وتوجيه الطاقات وتوزيعها على فروض الكفايات على حسب الأهمية والحاجة ولذلك هو فرض كفائي أنا أنصح يعني من تجربة يعني أنا يعني عملت في القرآن وجميع القرآن وحلاقات القرآن وأسهل الله عزيزي لأن يكون هذا يعني كلاما صوابا مسددا أنا أنصح بطريقة بحيث أنك لا يفوتك التدبر في القرآن لأن حفظ القرآن هي يعني تهتم بالألفاء يعني يحفظ القرآن ويراجع يهتم بالألفاظ أكثر من المعاني التدبر يهتم بالمعاني وذلك يعني يعني القراءة بالمصحف ذكر بعض السلف أنه أفضل يعني من قراءة من الصدر قراءة بالمصحف لأنه ليس فيه يعني استدعال الألفاظ هو أمامك المصحف فيكون تركيز على المعاني وهو المقصود ولذلك أنا أنصح بطريقة يعني تجمع بين الأمرين وهي القراءة بالمصحف ثم إذا ما حفظت القرآن فإن حفظ القرآن هي عملية يعني عقلية ليس قد يعني يستطيعها كل أحد يعني يعني أن يحفظ ثلاثة جزاء فأكثر فلذلك يعني ينبغي أن نفهم هذا القضية وهذا ترى موضوع يعني يحتاج السلام في اللقاء يعني خاص يعني ونذكره بأطراف حتى لا يفهم يعني فهما خاطئا لكن هذا يعني تنويه يعني بسيط هذا شكرا جزيلا شيخ خالد وأعتذر عن التساؤلات اللي خارج الموضوعين التخيل شيخ خالد فيه أشخاص يسألوا هل الخشوع في قراءة القرآن بالأصح هل قراءة القرآن بخشوع يكون أجرها أعظم تساؤلات كثيرة إن شاء الله نوعدكم أن نستضيف الشيخ خالد وفي أيضا يعني أشخاص يعني يطلبوا أنه تكون موجود معنا وكلامه شرح صدورنا ونبهنا على أشياء كثيرة الله يسعدكم رسائل شكر ووجهت لك من قبل الأخوات الكرام الموجودين تقريبا متبقي على المساحة أربع دقائق شيخ خالد وما في عندي تساؤلات على الخاص وما في طلبات يعني الحاب تختم فيه لك المساحة الكافية منك نتعلم ونستفيد شيخ خالد الله يحكي تفضل نعم طبعا أنا أرغب بعد هذا الجواب أني أسمع من الإخوة إضافاتهم وإفاداتهم ترى نبغى أن يكون هذا اللقاء تشاركي وتفاعلي وأنا ذكرت هذا في المقدمة أننا نريد من الإخوة إفاداتهم ومشاركتهم الجواب على قضية الخشوع أيها الأخوة سواء في قراءة القرآن أو في الصلاة أو غيرها الصحيح أن الخشوع هو أثر هو أثر وليس عمل يعني عمل هو أثر قلبي يحدث بتفاعل القلب يعني ومن تدبر من يعني من استحضار إلى آخرين وهو أثر الخشوع أثر هذا المعنى هذا المعنى فلذلك يعني يعني ذكرها العلم أن الخشوع ليس هو واجب في الصلاة وأنه يعني هو مستعب وكذا إلى آخرين لكن الواجب في الصلاة في قراءة القرآن يعني من يقرأ هو التدبر وأن يكون مقصوده هو يعني تذكر والاستزادة هذا يعني يكون هو المقصود وأن يجتهد في حضور قلبه في حضور قلبه يعني الإنسان يعني قد لا يحضر قلبه ويقرأ القرآن أو في الصلاة أو غيره لكن يجاهد على حضور قلبه نعم يعني هذا هو المطلوب منه لكن ليس هو المطلوب منه يعني يعني الخشوع والشعرير وإلى آخر هذا أثر أثر وليس هو ليس هو ترى يعني فرن علامة فرن رئيسية في قضية أنك أنت يعني ما استفدت لا لا ليس هو أصل يعني في ذلك حتى يعني لوم أنفسنا ونجل ذاتنا لا هو يعني آثر لكن المقصود أنك أنت تفهم هذا المراد ويكون مقصودك للعمل به نعم هذا يعني حول هذا عن جواب مقترب حول هذا البر ما قسرتك أحب أخي حسام والله أرغب أسمع من الإخوة صراحة إفادات هو طبعا الوقت داهمنا عاليا يعني متبقي دقيقتين على وقت المساحة لكن شيخ خالد ما قسرت صراحة ومثل ما تفضلت في ختام المحاور أن الموضوع في الأصل يعني يحتاج مساحة أكبر ووقت أكبر وإن شاء الله أنه نتناقش فيه أكثر وأكثر في مساحات قادمة حسب وقتك ما يسمح يعني فأرجعنا أجدد الدعوة أي شخص عنده إضافة حول ما تفضل به الشيخ خالد باقي معنا تقريبا دقيقتين ونمبسط أنه نمدد خمس دقائق إذا في عندكم تساؤلات أو عندكم إضافات فالطلبات موجودة إلا ما يكون إذا في طلب أنا أحب أني أنوه إن شاء الله يوم الأثنين الموافق 2444 يعني بعد سبوعين من الآن تقريبا عنوان الديونية سيكون كيف أن نربي أبناءنا على القرآن مع الشيخ الدكتور خالد بن سعود الحليبي فإن شاء الله أنكم تشرفونا فالأول مرة يجي عندنا في المساحة يشرفنا بمستابعة المضيف آيات هو آيات طبعا وقف أمره أكثر من 14 سنة متخصصين في تمكين قراء القرآن الكريم شرفونا بالمتابعة وإن شاء الله تكون دائما مساحات راقية تليق طيب شيخ خالد نختم لأن ما في أي شخص طلب وما في شيء جاني على الخاص وإن صراحة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن غطيت الأمور كلها وما يميز هذه المساحة وما يميز صرحك شيخ خالد أنك أنت أخرجتنا من هذا من هذه المساحة بتساؤلات وأننا نسأل أنفسنا أسئلة كثيرة أنا شخصيا تكلم عن نفسي أجهلها فأنا ممتدك وأحسن منك ختام الله يحفظك والله يجبر خاطلك تفضل يعني في الختام أشكر الله عز وجل أولا وآخرا ومن لا أشكر الناس لا أشكر الله أشكركم على هذه الاستضافة وأشكر جميع الأخوة المستمعين الذين يستمعون معي الآن أو سيستمعون إن شاء الله المسجل وأن يوفقنا لما يرضيه عننا وأن يجعل كلامنا خالصا لوجه الكريم وأن يهدينا ويسددنا وصلى الله وسلم على نبينا ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام باسمه وباسم آيات وزملائي في آيات شكرا جزيلا شيخ خالد على قبول دعوتنا أثريتنا وأسعدتنا واستمتعنا بذات الوقت شكرا من القلب لما يقارب مئة إنسان موجود معنا في هذه المساحة الطيبة ممتنين لوجودكم اللي دخلوا متأخر هذه مساحة مسجلة إن شاء الله بعد الانتهاء والإغلاق زوروا بروفايل آيات تلقوها موجودة لمدة ثلاثين يوم وبإذن الرحمن الرحيم أيضا سيتم نشرها في قناة اليوتيوب الخاصة بآيات يا رب كنا أنت حسن ظنكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا من القلب لضيفنا العزيز ولكافة الإخوة والأخوات الكرام لمجد المعلى في المساحة استودعناكم الرحمن السلام عليكم